يسير بين عناصر جنوده على أرض يحسب أنها تهديه النصر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي يقول إن قواته تبلي بلاء حسنا في غزة إنه سيحافظ على تلك المكاسب وإن كلف القتال مع حماس أشهر مديدة وستستخدم أساليب مختلفة للحفاظ على الإنجازات لفترة طويلة وفق تصريحته ليست العلة في الحفاظ على تلك الإنجازات وفق منتقدين بل في وجودها وإحرازها أساسا بعد أشهر من القتال في غزة بكل أطرافها مرتابة الإدارة الإسرائيلية لا تظهر فيها حقيقة ولا يستبان فيها الصدق من الكذب كما هو ديدانها وفق مراقبين فنائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق يائير جولان يؤكد غير ذلك الخسائر المتكبدة في غزة تثبت الهزيمة للنصر ولا يحق لها الحديث عن أي نصر يضيف في انتقادات وزير الدفاع أفغالينت أن إسرائيل انهزمت بالفعل وأنه لا ينبغي تجاهل حقيقة أن هذه الحرب بدأت بفشل ذريع لإسرائيل فمنذ السابع من أكتوبر تجريرنا الأول تظهر بمظهر الضعيف المحتاج لمن يسنده ويدافع عنه ويحميه تفعل ذلك الولايات المتحدة الأمريكية الميدان يختبر تصريحات الطرفين لا يحجب الحقيقة غبار المعارك العملية البري التي هيئ لها ورويج على أنها رأس النصر في غزة ومقتل المقاومة على أرضها أثبتت العكس ما زال جنود غالنت مع مدرعاتهم تائهون في غزة لم يقبض على أي من عناصر المقاومة ولا دك الأنفاق ولا عاد بمختط فيهم وحدهم المدنيون يبرر بهم جيش الاحتلال قوته على أرض كانت وما تزال عصية عليه